إذن في هذه اللحظات كلمة كانت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنية من نتنياهو أمام جلسة الكنيسة الشتوية افتتاحية الجلسة تحدث نتنياهو عن عدد من المواضيع يتحدث عن اليوم التالي للحرب يقول نتنياهو أن اليوم التالي لن تكون لحركة حماس سيطرة على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب ولن يتواجد حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل على حد تعبير نتنياهو يتحدث أيضا عن اتفاقيات السلام الماضية مع الدول العربية اتفاقيات أبراهم يقول أن هذه الاتفاقيات كانت من منطلق قوة إسرائيل فرضت بالقوة فرضت من خلال قوة إسرائيل وإن إسرائيل ستسعى إلى المزيد من اتفاقيات السلام مع مزيد من الدول العربية خلال المرحلة المقبلة من ذات المنطلق من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف يشير أيضا نتنياهو إلى الهجوم على إيران يتحدث عن أن الهجوم على إيران كان هجوما واسعا يقول إن وكلاء إيران الذين كان يفترض بهم حماية إيران لم يستطيعوا القيام بتلك المهمة لم يستطيعوا القيام بالرد على الهجوم أشار أيضا إلى الاستراتيجية هناك سؤال يطرح على نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية دوما يتعلق بالاستراتيجية حول إيران يقول نتنياهو إن الجواب هو أن لا تستطيع إيران امتلاك سلاح نووي وأيضا أن يجنى ثمن باهض من إيران خلال الفترة المقبلة وهذا ما حصل على حد تعبيره من خلال الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران أشار أيضا إلى أنه فيما يتعلق بإيران فهو يحترم الشركاء هنا يشير طبعا إلى الولايات المتحدة وبقية الدول لكن يقول إن القرارات المتعلقة بالأهداف تتخذ من قبل إسرائيل ووفق المصالح الإسرائيلية وليس أو لا تملى من قبل الشركاء أيضا تحدث حول مسألة المحتجزين الإسرائيليين يقول أيضا في هذه الأوقات الصعبة إسرائيل تقوم بكل ما في وسعها وبكل الطرق تعمل بكل الطرق لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين وينهي نتنياهو خطابه بالحديث عن حرب النهضة هذا المصطلح الذي بات يستخدمه مؤخرا بصورة كبيرة حرب النهضة يقول إن إسرائيل ستنتصر في حرب النهضة على مختلف الجبهات إلى هنا تنتهي كلمة نتنياهو وأبرز ما جاء فيها كانت هذه النقاط التي ذكرناها هذه الكلمة كانت في افتتاحية جلسة الكنيسة بعد عطلة طالت لفترة طويلة لعدة أشهر